ارتباك بعد عودة التوقيت العادي في الهواتف النقال آثار عودة التوقيت العادي في الهواتف النقال المغربية استياء العديد من المواطنين حيث لاحظوا حذف ساعة من التوقيت الحالي مما تسبب لهم في ارتباك كبير وعبر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الأخطاء التي ترتكبها شركات الاتصالات بين الفينة والأخرى والتي تتسبب في حذف أو إضافة ساعة إلى التوقيت العادي كما تسبب حذف ساعة من التوقيت في عدة مشاكل بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون أيام الأحد حيث وجدوا أنفسهم في حالة تأخر عن مواعيد عملهم وكان المغرب في مثل هذا اليوم من العام يقوم بالرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخيرها ب60 دقيقة عند حلول الساعة الثالثة من صباح الأحد وذلك عملا بمقتضيات مرصوم سابق تحت رقم 2-13-781 الصادر في 28 شتنبر 2013 قبل أن يتم تعديل هذا المرصوم واعتماد الساعة الإضافية قيلة العام باستثناء شهر رمضان